أعلنت وزارتها الداخلية تقديم خدماتها لعشرين ألف حاج مصرية وأوضحت الوزارة أن من بين جموع الحج أسر شهداء الشرطة الذين قدمت لهم الحج هدية روحية وإنسانية تعبيرا عن تقدير مصر لشهدائها لبيت الله أم لبيت عرفات يقف على صعيده أكثر من مليون حاج جاءوا من كل فج عميق في مشهد مهيب يباهي الله به أهل السماء من بين تلك الجموع عشرون ألف حاج مصري قدمت لهم وزارة الداخلية كافة الخدمات فهي المشرفة على بعثة الحج المصرية المشهد عظيم والجمع كبير هنا ومن بين الجموع أسر شهداء الشرطة والذين قدمت لهم وزارة الداخلية الحج هدية روحية وإنسانية تعبيرا عن تقدير مصر لشهدائها أنا مبسوطة جدا بيوقوفي على عرفة ودي أجمل هدية سيادة الرئيس قدمها لنا النهاردة ودخلت البهجة علينا وربنا يا ربي يجعله في مزان حسناته أحلى هدية أحلى هدية من ربنا وهم من ربنا يرحمهم وسمحهم ربنا يبارك في أولاد من زريتهم ونشكر القيادات كلها نشكر الزباط اللي معاني الله يبص الله يسلح حالهم كل حاجة هنا بكفاء الله يسلح حالهم كمان وكمان وكمان ويمصر مصر على من يعديه طين من أهل الشهداء الشرطة اللي هما بيحبونا ويعزونا ومكرميننا أحلى هدية هي هدية الحج وربنا يوفقكم يقدركم على الخير اللي انتم فيها ربنا يوفقكم وقد وضعت وزارة الداخلية خطة متكاملة لضمان نفرة ناجحة للحجاج عقب مغيب شمس يوم عرفة فالحافلات بالقرب من المخيمات وضباط وأفراد بعثة حق القرعة يشرفون على استقلالهم الحافلات حتى تسكينهم بمخيماتهم بمنع أخذت وزارة الداخلية على عاطقها توفير كافة سبر الراحة للحجاج المصريين في المشاعر المقدسة بالتنصيق مع السلطات السعودية لأداء مناسكهم في سهولة ويسر